أولا الظاهرة طبعا تراجعت الأرقام تؤشر اليوم على نوع من الوعي الذي أصبح سائدا داخل المجتمع لعل ذلك يعود للمبادرات المتراكمة والمتتالية سواء المبادرات الحكومية أو المبادرات المدنية لجمعية المجتمع المدني وأيضا للتحول الذي يعرفه المجتمع اليوم من حيث مستوى الإدراك ومستوى الوعي وأيضا مستوى التطلع إلى مزيد من حقوق الإنسان خصوصا دستور 2011 وأيضا اختيار المغرب نحو مزيد من الحقوق للمواطنين كيخلق بيئة ومناخ يساعد المواطن حتى المواطن البسيط على أن يدرك أننا اليوم قمنا باختيار جماعي أنه لا محيدة عن جميع المواطنين يتمتعون بجميع الحقوق وأننا لابد أن تتضافر الجهود بمرجعية الدستور بمرجع الاختيارات الديمقراطية للمغرب لكي نحارب جميع أشكال التمييز وجميع أشكال العنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر